اهلا بحراجكم من جديد واستكمالا لحلقة الاهلي خطة احمر وكنا بنتكلم عن مباراة الاهلي والمقاولين العرب وطبعا اي مباراة بيفوس فيها الاهلي بيتعادل فيها الاهلي لقدر الله بتحصل نتيجة سلبية للنادي الاهلي بنلاقي الكابتن رضا عبدالعال طالع يتكلم عن بيت سموسيماني تقريبا هو واخد خط بيت سموسيماني من اول تعاقد بيت سموسيماني حتى هذه اللحظة وسيستمر الغريب مش في كده الغريب ان ساعات الكابتن رضا عبدالعال بيت هيقله ان ممكن بيت سموسيماني يسمعه هو رضا عبدالعال شهرته معنا صديق البرنامج هو بس صديق البرنامج بعد ما نشوف الفقرة دي لان الكلام راح في اتجاه تاني خالص يا اسامة ومحاولة الضغط على بيت سو دايما وهنا الرسالة اللي من الفقرة مش كلام كابتن رضا عبدالعال لان مش دي القصة القصة ان انت كمشاهد للاهل خط احمر تفتكر الكلام ده لان زي ما اسامة قال لكم اللحظة اللي كابتن رضا عبدالعال بيستغل فيها غضب الجمهور عشان يبين ان قناعاته كانت صح وده الفخ اللي بنوع فيه وده الفخ اللي هنبين النس من خلال حلقة ازاي بيمشي بصة وبالتأكيد اسهل رهان انا دايما اقولها هو الرهان على اخفاق مدير فاني اسهل رهان هات افضل مدرب في العالم وراهن عليه ان هو في وقت من الوقات هيحصل له اخفاق هيحصل لكن ان شاء الله يتأخر اخفاق بيت سوم سيماني مع النادي لعالي فبيطلع بعد كده اللي كان بيراهن على الاخفاق شفته مش انا قلت لكم ولكن الكلام ده بيكون غير موضوعي ليه غير موضوعي؟ لانه بيقيم على حاجة حصلت في المستقبل خلينا في التقييم على ارض الواقع فتعالوا نسمع الكابتن رضا عبدالعال بعد ما شاف النادي الاهلي بيفوز على المقولين بينسب الفوز لمين؟ نشوف الفيديو من المطش اللي فات من ساعة لما احنا طلعت معاك هنا وقلت في الهواء هنا يا كابت المحمود بعد مباراة بيراميدز إلحق موسوماني موسوماني في المطش ده اللي كان بلعب بطريقة لعب ايه؟ تلاتة دفندرات ماتش اسموحة لعب بكم دفندر فغير طريقة اللعب اذا ان في حد يكلمه في حد شده وشد اللعيبة في حد يكلمه في حد شده والراجل بيسمع وشد اللعيبة يا كابت الرضا ما تمشيش معاك ان كل مباراة كل مباراة بيكون لها ظروفها وكل فريق بيكون له شغل تشتغل عليه وخطة مناسبة ليه وتكتيج بتلعب به من قبل المدير الفني اعتقد حتى كمان المدير الفني في النادي الاهلي او بيت سمو سماني لو هيسمع لحد هيسمع للجهاز المعاون هيسمع للمدرب المساعد هيسمع لمحلل الاداء مش هيسمع او هيتشد من برة يا كابتن الرضا الشد اللي بتيجي من برة بيكون لما فيه تركيز غايب عن الفريق فبنحاول نرجع التركيز للفريق والحقيقة هي معادلة صعبة لما يحقق ادي اداء كويس ونتيجة كويسة شوف تسمع الكلام لكن لو حقق نتيجة سلبية يا فارس يبقى القصة في خطأ عند بيت سمو سماني لكن احنا معنا ارقام والارقام واضحة عشان الناس بتظلم بيت سمو سماني في مباراة بيرامدز وبتقول انه ما قداش اداء كويس برغم ان الحالة اللي معنا بتكشف غير كده خطأ ده الرد بالارقام يا اسامة ولكن بس في حاجة عايز اأكد عليها كابتن رضا عبدالعال لا في الاهلي بس ما يعرفش يعني ايه اهلي احنا عمر ما كان عندنا رئيس نادي بيتدخل في عمل المدير الفني وزي ما اسامة قال فكرة التدخل بتكون عاملة ازاي وفي ملفات ايه ولكن مدرب او رئيس نادي حيقول للمدرب يغير طريقة اللعب اعتقد انه ما تعرفش يعني اهلي ومتأثر باندية اخرى كنت انت بتتكلم فيها لرأساق اندى يغيره ولكن زي ما اسامة قال لكم الرد بشكل عملي عشان نشوف هل الكلام ده صحيح ولا استغلال للموقف في مباراة المقاولين النادي الاهلي له اهداف متوقعة دي مباراة المقاولون اهداف متوقعة اتنين بوينت واحد وسبعين يا اسامة سجلنا منهم هدفين وده رقم مردي لما لعبنا بطريقة ايه اربعة اتنين تلاتة واحد مباراة بيرامدز يختصر فيها النتيجة وكابتل رضا عبدالعال يقف عند النتيجة ويصادر على الفكرة من خلال النتيجة ويحاول يفاهم الناس ان المسلمين يلعب مباراة وحشان هل انت شفت من اركم مباراة بيرامدز كده؟ بالتأكيد لا لان الحقيقة النتيجة للأسف كانت بسبب عدم توفيق وكنت انت مسيطر ومستحوز تماما والاهداف المتوقعة بقى في مباراة بيرامدز المفاجأة انها كانت اعلى بكتير من اهداف المتوقعة في مباراة المقولين العرب كانت فوق اربع اهداف ولكن الناديل قال لمكانش حليفه التوفيق ركلت جزاء بيهدرها علي معلول بتيجي في القائم كرة لمحمد شريف بتيجي في العرضة النتيجة بدل ما تكون اربعة واحد يحصل لنا خطأ في ديئة 92 تبقى اتنين اتنين فالكابتن الرضا عبدالعال يطلع يقيم على اساس النتيجة ويبدأ يدور على سبب للنتيجة اللي وصلنا لها دي فيدور على التشكيل اللي لعب بيه بيت سمسيماني ويقول اصله لعب بتلاتة في خط الوسط وطبعا ده كلام غير صحيح وغير مدروس لانه غير مدروس هنتكلم بشكل عملي كابتن الرضا يبدو انه هو ايه يعني فيش اوب ديت في التحليل هو عنده اعتقاد انه كل ما انت تلعب بتلاتة فانت كده مجرب بالدافع ودي فكرة دفاعية اكتر على فكرة لا النادي الاهلي لعب بتلاتة في مباريات تخص سانداونز وقدم اداء مميز جدا ومتوازن جدا في مباريات رعب فيها اربعة اتنين تاتا واحد وما كانش بنفس الجودة لا الهجومية ولا الدفاعية طيب مباريات الترجي هي الفكرة اللي هنرد بيها على فكرة التلاتة اللي في نص الملعب كابتن رضا عبدالعال تحليله صح؟ ولا كلامه صح؟ هنشوف شاف الأمور ازاي ونرجع معنكم يا رضا الراجل كل المتروط اللي داخل فيها شائق هو فيه حد هو فيه فرق اصلاً بتيجي يا رجل ده طوارع الجيش هو مزنبو لا تبقاشي طوارع محظوظ بقى ده أنا بكلمك على أفريقيا بقى ده أنا بكلمكش على طوارع الجيش مع أفريقيا وقعت بعد كورونا من بعد كورونا ما فيش أنا الآل وزمالي طبعا بقياسي ايه يا غابت ان أنا كمدير فني أعمل ايه طيب ما أنا عندي مثلا وانت بتقول ان الفرق كلها وحشة انا كمدير فني أعمل يعني بقياسي ايه طيب خلاص انا بقول لك بقى انت النهاردة كسباني الترجي هناك وتيجي اعمل لي أداة ونتيجة عشان أقول ان انت مدير أنا ما تبقاش محظوظ تستنى لغاية مع الحكم يترود لك واحد ويحسب ضرب الجزاء وبعد كده تبدأ الشوت التاني تفوق بعد ما يبقى فيه نقص عددي واللعيبة بتقع بدني بتاعت الترجي طب أسألك سؤالة كابتن كابتن أقول الكابتن انا بدي أبقى متفقين معي فيه ولا ان الترجي قصة احنا عارفين انه هيا هيعمل كده في حد يخوف فيه بها انت لو حد هيخوف فيه وانت الأم منه العب بالطريقة دي فيش غل الهوني ومش فاهق العب بالطريقة دي ما عنديش مشكلة عشان يبقى لك العذر اقول لك ايه لا ده عندهم الهوني ده عندهم مش عارف البدري ده عندهم ونقعد نعد انما انت أصلا عد غنمك يجوح واحدة نايمة واحدة منك السح يبقى انت فين بقى الخطورة اللي على النادي الأهلي في التسعين دي يا بلاج الخطورة اللي في النادي الأهلي عاجت على النادي الأهلي لغاية قبل الطرد الشطة اللي هيمنة 40 يارضا لو دخلت في الشناو دي اكسم بالله ما يبقى حارس مرمى مصر الأول حارفين نظرية نص الكوباية المليان ونص الكوباية الفاضي كابتر رضع عبدالعال بيشوف حتى نص الكوباية المليان فاضي هي دي مباراة لها ظروفها قدت ان النادي الأهلي أصلا نازل بتشكيل دفع الترجي انه يستنزف نفسه وانت متزن وبتعمل عجمية وبتلعب على كونتر أتاك لان نتيجة الزهاب جيدة جدا فتستغل الطرد فتكسب بسلاسية في نتيجة تاريخية وتكسب زهاب وعودة فكابتر رضع عبدالعال يشوف ان ده الظروف والحظ طيب كمان فكرة ان موسيماني بيتقلو الراجل كسبان عامل كل حاجة بطولة وفرق كبيرة طيب ايه المبرر؟ كابتر رضع عبدالعال يقول اصل فرق ضعيفة لقى كابتر رضع عبدالعال احنا النادي لقى لي من 2013 ما بياخدش دورة ابطال افريقيا فيه مجهود فيه لما تطلع الودات في نص النهائي والتراج في نص النهائي وتكسب سانداونز وكل ده ما ينفعش تغفله ولو انا فكره بالحظ فيبقى ده هكس لو انا فكر ان ده بالحظ يبقى ده هكس موسيماني شغال بشكل علم زي اي مدرب وزي ما شرح لكم الفكرة اكيد هيخفق في بعض الاوقات ولكن حتى في عز انتصاراته انا بقول كده اعتقد طريقة التحليل القائمة على اصلي ما قابلش فرق الترج يا اسامة هو اللي اقصى نادي الزمالك رايح جاي كمان في دور المجموعات فلو انت شايف الترج ضعيف وما لشايف الزمالك ايه بص هو القصة كلها كمان ان احنا نروح نلعفين كابتر رضا قلنا كده نروح نلعفين دور الاسباني نروح نلعفين دور الاسباني اختر لنا دور اوروبا كده نلعف فيه لما افريقيا كلها مستواها بقى ضعيف قبل بعد الكورونا طب ما كورونا دي اثرت على افريقيا وما اثرتش على النادي الاهلي بس شاطار ده حتى لو ده حصل فده شيء يميز النادي الاهلي لكن الحقيقة حتى النادي الاهلي قبل كورونا كان قطاع بصندونز بعد الفوز عليه 2-0 هنا في البطولة السابقة والتعادل واحد واحد هناك لكن القصة كلها ان الكابتن رضا عبدالعال مش عاوز يغير رأيه عن بيت سومسيماني كابتن حسام حسن والكابتن ابراهيم حسن كان لهم ارأة مغيرة في بداية التعاقد مع بيت سومسيماني لكن ايه اللي حصل من كابتن حسام حسن لما اتسأل عن بيت سومسيماني قال مدرب حقق البطولات دي دور الابطال ماشي في الدوري كويس حقق السوبر الافريقي ما حقق كاس مصر انت عايز منه ايه تاني ده كابتن حسام حسن ليه؟ لانه هو مدير فني وراجل بيشتغل بجد لما بيكون مدير فني وما بيهبطش بالفرق للدرجة التانية فبالتالي حتى لو كنت مختلف مع المدير الفني في البداية فانا في النهاية بقدر نجاحات المدير الفني وده اللي قاله كابتن حسام حسن انتوا عايزين ايه من بيت سومسيماني تاني اكتر من الانجازات اللي هو بيحقق طالما بيحقق انجازات اذا المدرب ناجح اشتركوا في القناة